أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة أخرى بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح ماذا يحدث لمجتمع يريد أن يفعل ما يحسن في عينيه على فكرة هاي آية موجودة في الكتاب المقدس موجودة في سفر القضاء إصحاح 21 والآية 25 في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل واحد عمل ما حسن في عينيه بتروح بباقي عصر القضاء اللي هو قبل عصر الملوك يعني قبل مجيء الملك شاول والملك داود والملك سليمان وطبعا قبل عصر القضاء كان في عصر الآباء طبعا يشوع لما دخل الأرض المقدسة أو أرض الموعد وطبعا لفترة طويلة كانت تحكم أو تقاد بالآباء وكان الموضوع ماشي كليا من ناحية روحية من ناحية قيادية كل الأمور كانت ماشية تمام لكن صار في أجيال أخرى من ناحية روحية ابتدأت تبتعد رويدا رويدا عن الله فشو بيصير من يعني الإبتعاد عن الله بتسبب طبعا مقاسي كثيرة صفر القضاء هي بكل بساطة أن الشعب بيرتكب الخطية وبعدين الله بدين الخطية بيرسل المستعبد يعني إذا كان مديانيين أو فلسطينيين أو أي شعب آخر اللي بيستعبد اللي بذل شعب إسرائيل لمدة زمنية معينة ثم الشعب بيصرخ لالله الله بيستجيب الطلب يرسل قاضي بشان هيك بيسموه سفر القضاء وهذا القاضي هو القائد السياسي والقائد الديني والقائد الروحي واللي بيهتم طبعا في المجتمع بيقود طبعا فترة زمنية مثلا في شمشون في جدعون في دبورة وهكذا قضاء كثيرون في سفر القضاء بعد ما يحكم القاضي فترة زمنية معينة بيموت القاضي بترجع الكرة مرة أخرى بيبتعدوا عن الله بيرتكبوا الخطية يستعبدوا من المستعبد ثم يصرخوا إلى الله وهذا الوضع استمر فرصة طويلة هذه الأيام مش بتذكرنا في هذه الأيام كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه بيفقد الأولويات بيفقد المحبة الأولى المحبة المتأججة بنار الروح القدس اللي بتخليه ملتهب وبعلاقة وشركة مع الله وبيفقد التركيز والهدف وبيفقد الرؤية وبدون رؤية أو بلا رؤية يجمح الشعب وهون يقول أنه كل واحد يعمل ما حسن في عينيه شو يعني ما حسن في عينيه يعني مش عاوز يكون تحت محاسبة مش عاوز يكون تحت قيادي يعني احنا بنتكلم عن الحرية المزيفة الحرية التي تقود إلى الضلال والحرية التي تقود إلى استعباد الشخص نفسه بما يسميه حرية هو بالحقيقة أنه يكون مستعبد كما قال الرب يسوع المسيح من يفعل الخطية فهو عبد للخطية إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا فشو اللي بميز هذه الفترة مكتوب لم يكن ملك في إسرائيل طبعا الملك بتحكي عن القيادة بتحكي عن التدبير بتحكي عن القوة العسكرية القوة السياسية القوة الديانية القوة اللي بتحافظ على تماسك المجتمع هذا لو كان طبعا الملك صالح والملك محب لله وعنده مخافة للرب وبيعبد الله لكن إذا بيعبد نفسه بيعبد مصالحه وعم بفكر إنه كل المجتمع غبي وبيفكر إنه هو في السلطة غير مدرك إنه عم بيقود نفسه مكتوب يجمح بلا رؤية يجمح فإذا بيقود نفسه للضلال والهلاك وحتما إلى المأساة كان كل واحد يعمل محاسنا في عينيه بيتكلم عن الغياب الحرية الحقيقية بيتكلم عن غياب الرؤية الرؤية الواقعية الرؤية اللي هي كلمة الله اللي بتحكم اللي بتسير الناس بيتكلم عن غياب القيادة الدينية الروحية اللي تكون مثل لهذا المجتمع إنه مجتمع يتبع مثل معينة غياب القانون وما أخطر الدولة أو البلدة اللي فيها فلة حكم فيها غياب للقانون غياب للمحاسبة فيش حد بحاسب وبفكر إن هو إله مصغر ثم غياب العدالة سوالا العدالة الاجتماعية أو العدالة السياسية بين المجتمع وهذا ما حدث في سفر الرؤية ابتدأت الناس تتخبط في مجاهل ابتدأت تتخبط بالخطية وأصيبت بالعمل الروحي وأصيبت بالتشويش الفكري ما عد فيه تركيز ما عد فيه وضوح ومش عارف كيف يعني يصير القيادة الدينية من الكهنة صار فيه ضياع صار فيه غياب للقيادة الدينية الروحية القيادة العسكرية كانت توحد من خلال قادة بيجمع الأصباط حتى يدافعوا أو يحاموا عن البلد غياب أو قانون العدالة اللي بيحتم على المجتمع صار كل واحد يعمل صار هو ملك كل واحد قائد كل واحد بيفكر أنه رأيه اللي لازم يمشي وأنه رأيه هو الصح فما رأيك في مجتمع لو يعني أراد أن يعمل ما يحسن في عينيه بحب أسمع منك أكيد أنه غياب العدالة والقانون والرؤية والأولويات والسلطة الدينية والروحية وكل الأمور لابد أنه يتفكك المجتمع تتفكك الأسرة وهذا ما تراه في سفر القضاء أحبائي أنا عاوز أعمل مش ما يحسن في عينيه أنا عاوز أعمل ما يحسن في عينيه هو أولاً أريد أن أكون في مركز مشيئة الله أريد أن أتشبه بالرب أريد أن أسلك بخطوات ثابتة بأمان أعرف أين المصير وأين الأبدية أريد أن أكون جزء إيجابي في هذا المجتمع وأريد أن يكون في محاسبة إذا أنا مثلاً غلطان في شيء لازم يكون في قانون لازم يكون في محاسبة وحتى في الكنيسة ومن ناحية روحية إذا كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه فإذا أين العدالة أين المحاسبة أين الوحدة بيصير التشويش بيصير الانقسام بيصير برودة في المحبة وبتسبب مآسف ومشاكل كثيرة لا حصرة لها خلينا نصلي اليوم أنه ربنا يثبت خطواتنا نحو يسوع المسيح خلينا نصلي اليوم أنه رب يفتح عينيه وأعمل ما يرضيه ما يحسن في عينيه خلينا نصلي أنه اليوم نكرم الرب في حياتنا ونباركه في كل شيء خلينا نصلي أنه اليوم يعني نحط قانون أكون في مركز إرادة الله أنه الأنانية تحترق من حياتي ويكون في تضحي ومحبة للآخرين والقبول وتقديم أحدنا الآخر خلينا نصلي أنه لما أنا برضي الله وبفعل مشيئة الله وبسلك في خطواته وبتشبه فيه فإذن أنا بكون في المصار الصحيح فإذن كل المجد يعود للرب وأنا أختفي من الصورة أليست هذه صورة جميلة لمجتمع جميل فالرب يحرق هذه الكلمة أن أفعل كل ما يحسن في عيني لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه جدد قلبي يا رب أعطيني قلب لحمة وانزع القلب الحجرة قلبا نقيا أخلق فييا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي فأنا بصليها هاي اليوم كمان أن تكون صلاتك وأنه فعلا نركز ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع إذن رب باركك من خلال هاي التأمل بحب أسمع منك وفيك تشارك مع الآخرين ربي كافأك ويباركك أيضا ترجمة نانسي قنقر